السلام عليكم ثلاث دول دفعة واحدة دخلت في مرمى السنة المسؤولين الإيرانيين بعد الهجوم الذي تعرضت له القوات الإيرانية في عرض عسكري في مدينة الأحواز بذكرى الحرب العراقية الإيرانية أمريكا التي جاء اسمها صراحة ودولتان أخريان خليجيتان سكت قادة طهران عن التصريح باسمهما وبينما رأى مراقبون أن رد الفعل الإيراني يفتقد إلى التوازن تحت تأثير الصدمة وتحت تأثير الهزة التي لحقت أبرز مؤسساتها العسكرية الحرس الثوري رأى آخرون أن تهديدات طهران لواشنطن لن تنزل عن الألسن وأن إيران المتورط اليوم في سوريا والغارقة في أزمتها الاقتصادية أضعف من أن تواجه خصوما خارجيين كل هذا لا ينفي أهمية الحديث عن الهجوم ودلالته في هذا الوقت والرد المتوقع من جانب طهران هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث العرب فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة فجأة أصبحت إيران في بؤرة الأحداث الأمنية في الشرق الأوسط هجوم مسلح على عرض عسكري للحرس الثوري في إقليم الأحواز يوقع العشرات من منتسبيه ما بين قتيل وجريح الهجوم يأتي في خضم أزمات سياسية واقتصادية تعصف بالنظام الإيراني منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران وفرضها عقوبات قاسية تهدف إلى شل نظام طهران اقتصاديا وحشره في الزاوية في مواجهة تظاهرات شعبية ناجمة في معظمها عن المصاعب الاقتصادية التي يواجهها النظام في ظل العقوبات ثم يأتي هجوم الأحواز ليضيف بعدا أمنيا للتحديات التي يواجهها النظام الإيراني فالهجوم وقع في الإقليم ذي الأكثرية العربية ذلك الإقليم الذي يعاني سكانه من سياسات عرقية تنتهجها السلطات الإيرانية ضدهم وتستهدف بها هوية سكان الإقليم العربية الأمر الذي يرجح معه تفاقم أوضاع العرب في الأحواز وتصاعد الانتهاكات الإيرانية ضدهم لا سيما بعد أن أعلنت المقاومة الوطنية الأحوازية مسؤوليتها عن الهجوم ذلك الإعلان الذي قد يستفيد منه نظام طهران محليا في مواجهة الناشطين في الأحواز ورغم أن تنظيم الدولة أعلن هو الآخر مسؤوليته عن الهجوم إلا أن نظام طهران اتهم كل من السعودية والإمارات إلى جانب الكيان الصهيوني بالتورط فيه اتهامات رفضتها السعودية ووصفتها بالباطلة متهمة نظام طهران بالكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق طموحات شعبه وبالنظر إلى الاتهامات الإيرانية وتوعدها بالرد يرى محللون أن ساحة الرد الإيراني على الأرجح ستكون في اليمن حيث تخوض السعودية والإمارات منذ أكثر من ثلاث سنين حربا ضد ميليشيات الحوثي التي تدعمها إيران ما يعني ربما دعما إيرانيا متصاعدا ونوعيا للميليشيات الحوثية من أجل ضرب أهداف أكثر إيلاما للرياض وأبو ظبي أما في مواجهة الكيان الصهيوني فلن يتجاوز الرد الإيراني التهديد إذ أكد الرئيس روحاني أن رد بلاده سيكون ضمن القانون وفي ظل المصالح القومية لإيران إلى ضيفي الحلقة معي في الاستوديو محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية وعبر سكايب من لندن جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط أهلا بكم ضيفي الكريمين نبدأ معك عبد المجيد هل هذا الهجوم يمكن الحديث هنا عن أهمية التوقيت خصوصا وأنه جاء في وقت ينظم الإيرانيون احتفالا كبيرا بمناسبة الحرب العراقية الإيرانية أم أن فقط المهاجمين وجدوا ثغرة فبالتالي جاءت في توقيت غير مدروس ربما في البداية لا بد من الإشارة إلى أن هذا الهجوم الذي استهدف المؤسسة العسكرية الإيرانية ليس هو الأول من نوعه لكن الهجوم الحالي يمثل عملية نوعية واستهدف مؤسسة من أهم المؤسسات الإيرانية إذا أردنا قراءة التوقيت الذي حدث فيه الهجوم نرى أن الهجوم يأتي في ظل أزمة كبيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ويأتي في وقت تشتد فيه الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني لسيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وبدأ دفعة من العقوبات التي تستهدف بعض القطاع المصرفي الإيراني ويأتي كذلك قبل شهر واحد من الدفعة الثانية من العقوبات التي ستكون الأقصى على الإطلاق والتي تستهدف قطاع النفط الإيراني إضافة إلى ذلك حدث هذا الهجوم قبل يوم واحد أو عفوا وقع هذا الهجوم بعد يوم واحد من صدور تقرير الخارجية الأمريكية للإرهاب والذي يتهم فيه النظام الإيراني بدعم الإرهاب كما أنه أتى قبل أربعة أيام من خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة كما أنه يأتي أيضا في ظل اجتداد الصراع على السلطة بين أقطاب وأركان النظام الإيراني كل هذه الأمور تجعل منه حدثا مهما إضافة إلى أنه وقع في ذكرى ما يسمى عند الإيرانيين بأسبوع الدفاع المقدس وهو يمثل ذكرى الحرب العراقية الإيرانية ووقع في منطقة ومدينة تسمى المناطق المحرومة والمناطق الأغنى في إيران لكنها الأكثر حرمان نعم المناطق الأغنى والأكثر حرمانا والمناطق التي ما تزال تعاني من ويلات الحرب العراقية الإيرانية ولم تشهد تنمية هذا من ناحية من ناحية أخرى الهجوم يثبت فشل الدعاية الإيرانية دعاية النظام الإيراني ومحاولته تسويق هذه الدعاية لمواطنيه بأنه إن لم يحارب في سوريا والعراق عليه أن يحارب داخل إيران حيث بدأ المواطن الإيراني بعد هذا الهجوم وهجمات سابقة بالتساؤل ما الفائدة من ذهاب جيوشنا ومقاتلين إلى العراق وسوريا إن كانت الحرب قد انتقلت إلى الداخل الإيراني البارحة صرح عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني بأن المقاتلين استمروا أو المهاجمين استمروا بإطلاق النار 12 دقيقة دون أن يواجهوا برصاصة واحدة الحقيقة أن الهجوم يثبت ضعف المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية وهشاشة هذه المؤسسة وقد ظهرت فيديوهات أثبتت كيف حاول الجنود الإيرانيون الاستلقاء على الشارع والاختباء والفرار وهذا في الحقيقة ضربة كبيرة للمؤسسة العسكرية الإيرانية ربما يراد البحث في دلالة هذا الرد الفعل العسكري وهذه قوات النخبة الإيرانية لكن ربما نأتي على ذكر هذا في مرحلة متقدمة من الحلقة دعني أذهب الآن إلى لندن يعني جعفر الرسالة التي أراد المهاجمون توجيهها من وراء هذا الهجوم الذي وصفه ضيفنا في الستوديو يعني بالنوعي وهو حقيقة النوعي لأنه ورد على ألسنة كثير من المحللين هل ثمت رسالة محددة يراد توجيهها إلى صانع القرار في طهران إذن دعني أحييك وأحيي ضيفك الكريم أهلا إذن في هذا النظر ناجعين ما كانوا الحقيقة لا يمكن تحليل ما كان يرمى له من الرسالة بمعزل عن كثير من القضايا ثمت تراكمات في هذه المنطقة بالتحديد هذه التراكمات ناجمة عن تمييز عن تهميش عن تحقير عن طرد إلى شريحة كبيرة وواسعة من المجتمع لها حضارتها لها قيمها لها تهريخها ولها مقوماتها الاقتصادية على أرضها وهي تعيش نستطيع أن نقول في أسوأ حالة حرمان على وجه الكرة الأرضية دمائيا على ذلك هناك كثير من هذه التراكمات التي هي تولد دائما استعداد للرد على النظام وعلى سياسته العوجاء الهوجاء من هذا المنطلق أنا بتطوري رغم القبضة الأمنية الشديدة المعروفة في الداخل الإيراني هناك وعي وهناك شعور وهناك محاولات وإن كانت على شكل جزر متفرقة تحاول دائما أن تخترق النظام عبر جميع الوسائل المتاحة سواء كانت منها الوسائل السياسية أو سواء كانت الفكرية أو الثقافية أو الاقتصادية ولا ينبغي أيضا أن ننسى بأنه هناك شريحة أيضا وصلت إلى مرحلة من اليأس تحاول أن تعبر عن رسالتها عبر هذا المنهج العنيف من أجل أن تضرهم إلى العالم بأن النظام يضمها ويضطهدها وبالنتيجة ليس لها خيار إلا التضحية بنفسها هذه التضحية رأيناها ولا ننسى بأنه وفق آخر إحطاءات بأن الدولة الأولى في العالم التي يوجد فيها أول نسبة للانتحارات عبر حرق النفس هو إيران ولاحظنا طيلة العام الماضي أن كثير من أبناء خصوصا الشريحة الاجتماعية الشابة في هذا المجتمع لجأوا إلى الانتحار فأيضا هناك شريحة أخرى تريد أن تقتل من غطبها وأخذ حقوقها قبل أن تنتحر وقبل أن تقتل أنفسها اختيار هذا الوقت بالتحديد في يوم ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في أول منطقة وقعت فيها الحرب العراقية الإيرانية بضرب أول لواء إن هزم أماب الجيش العراقي أنا ذلك هو يحمل رسالة مجلولها بأن العرب الأحوازيين وأن الشعب العرب الأحوازي في هذه المنطقة رغم كل التحديات ورغم كل المعاناة لا زال حيا ولا زال طائما وفيها بوعد قومي ربما فيها بوعد قومي وهو في قمة إدعائه من حيث الآن ومن حيث القوة العسكرية أتطور هذه الرسالة التي الحقيقة أوعت وأجهت النظام قبل العالم بأسره هي كانت رسالة في بحلها على النظام أن ينتبه لسياسته العوجاء الهمجائية لكن جعفر لو سمحت لي هناك من تبنى رواية وقوف المخابرات الإيرانية وراء هذا الهجوم وله أسبابه في ذلك هنا أريد أن أسألك يعني بعض المراقبين أصروا على رواية ضلوع المخابرات الإيرانية بهذا الهجوم واستدلوا على ذلك بأن سرعان ما سارعت إيران إلى مخاطبة عدة دول منها بريطانيا والدنمارك بأن هناك معارضة سياسية موجودة عندكم تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي عليكم بإخراجها من بلادكم إلى أي درجة هذا التفكير منطقي تفكير وقوف الإيرانيين وراء الهجوم في الحقيقة هناك من يطرح هذا السيناريو يستند إلى وقائع مشابهة حدثت على سبيل المثال في العام 1995 حيث حدث تفجير في مرقد الإمام الرضا وهو الإمام الثامن عند الشيعة في مدينة مشهد وقتل نتيجة هذا الهجوم عشرات الأشخاص وقتل حسب ما أذكر أكثر من ستين شخص وجرح مئات الأشخاص بعد سنة من ذلك ثبت أن لسعيد إمامي وهو كان معاون وزير الاستخبارات الإيرانية كان ضالعا في هذا الهجوم فإذن هذه الاتهامات للنظام الإيراني أتت نتيجة وجود حوادث سابقة لكن الحقيقة إذا أردنا أن ننظر من الجهة الأخرى كما ذكرت في الفقرة الأولى هذا الهجوم في هذا الوقت بالذات وضرب مؤسسة عسكرية وتعامل الجنود والحرس الثوري بهذه الطريقة مع الحدث هو يثبت ضعف النظام الإيراني الآن النظام الإيراني بحاجة ضعفه لكن حتى أمريكا تخترق حتى بريطانيا تخترق يعني ضعف أليست كلمة كبيرة؟ في الحقيقة من يعرف كيف يتصرف النظام الإيراني ويحاول تأمين هذه المراسم يعني يشكك كثيرا في رواية الإختراق لأن هناك حماية من نوع كبير لهذا النوع من المراسم إذن هناك ضلع مخابراتي من الإيرانيين هذا بعضهم يعني يذكر هذا السيناريو لا سيما أنه أيضا يستند إلى ما حدث في السنة الماضية حين وقع هجوم على مجلس الشورى الإيراني ومرقد الخميني حيث وصل المهاجمون إلى الطابق الخامس من مبنى البرلمان واستمرت المواجهات لحدود خمس ساعات ومن المعروف أنه لا يمكن يعني لا يمكن للطائر أن يدخل البرلمان دون تفتيش ودون يعني رقابة صارمة محمد هل يمكن هناك اعتبار أو الاعتداد بنظرية صراع الأجنحة بين الإيرانيين إصلاحيين ومتشددين وقفراء هذا الهجوم أنا أرى في الحقيقة هناك بالتأكيد هناك صراع بين أجنحة داخل النظام الإيراني لكن هذا الصراع لا أظن أنه سيصل إلى هذا المستوى ليس من مصلحة صحيح أن الجناح المحافظ استفاد كثيرا مما حدث ووجه رسائل شديدة للرئيس الإيراني بأنك عليك أن تعلي سقف التصريحات حين ذهابك إلى واشنطن وإحذر من التعامل مع أمريكا هناك توظيف للحدث لكن لا أظن أنه هذا الحادث بالتحديد أنه أتى ضمن إطار الصراع بين أركان السلطة طيب أريد أن أسمع رأي جعفر في هذا الخصوص يعني إيران الآن تعيش عقوبات خارجية وبعد أيام قليلة ستفرض أشد عقوبات ربما في تاريخ إيران عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أزمة اقتصادية خانقة انهيار شبه كامل للريال أو التومان الإيراني ثم بعد ذلك أزمات داخلية شعب غاضب تظاهرات صراع أجنحة في الداخل هذه العوامل كلها ألا تضرب نظرية تبني الأحوازيين لهذا العمل وبالتالي ضلوع مخابرات إيرانية فيه حتى يستجمعوا الرأي العام الإيراني ويوحدوا صفوفهم في مواجهة هذه الأزمات الخارجية والداخلية حقيقة هناك لا زال تعتيم على المشهد كل ما وصل حتى الآن وما رشحه هو مجرد رواية النظام لا زالت هناك خيوط غامضة ولا زال النظام يحتفظ بالأفلام التي هي مسجلة وأيضا طويلة الأمد وبالأمس عضو لجنة الأمن القومي تحدث وانتقد المنظومة الأمنية لأنه تطرق لأحداث حدثت بالأفلام لم نشاهدها حتى الآن ولم تصل لأيدي الإعلام ولن تخرج من خارج المنظومة الأمنية وتحدث عن تواصل بين المهاجمين عن أن المهاجمين كانوا قد تحدثوا ببعض الأمور استبدلوا السلاح بينهم غيروا أسلحتهم في نفس الوقت حرولوا بالشارع مسحوا الشارع ومن خلال هذا المنطلق وكان ينتقد المنظومة الأمنية من كان حاضرا في المشهد حينما يروي الرواية يعطي صورة أخرى في الواقع تنفي ما ينسب بأنه النظام قام بهذا العمل ما يفهم من هذه الصورة بأن المجموعة التي هاجمت هي لم تهاجم الجيش بل إنما هي جاءت إلى الحلبة والمنصة المنصوبة في الشارع وكان في هذه المنصة أول شخصية موجودة في الإقليم ألا هو الجزائري مندوب خامنائي ويرافقه المحاسب ويرافقه مسؤول أكثر من أربعين شخصية ومسؤولين من ضمنهم مندوب خامنائي في هذا اللواء ولكن الذي قتل في المحصل قتلهم الجيش هم العناصر وليس أحد من المسؤولين وهو وقع قسيلا على المنصة يعني كان في جام جزائري قتل أما المقتولين التي وضحت أسماؤهم لا يوجد بينهم إلا طفل واحد مدني هذا الطفل أيضا أبوه عقيد في الجيش وقد أحضره معه أما البقية كلهم جنود وفيهم خمسة جنرالات من الحراط الثوري كانت مهمتهم الحفاظ على هذه الحلبة فيبدو أن المهاجمين كان هدفهم اجتياح الحلبة والصعود لهذه الرؤوس والاستلاع عليها أو قتلها ولكنما انصدموا بالحراطة المشكلة من قبل الجنرالات الحراط الثوري واشتبكوا معهم وهذا كان الاشتباك الأول وانتهى الاشتباك الأول حيث استطاعوا أن يمنعوهم من الوصول إلى الحلبة وجاء إطلاق الرصاص العشوائي الذي كان جزء منه كبير هو من الحراطة التي ضربت بعض الجنود الذين كانوا يسيرون في ضمن المسيرة هذه الرساءة أو هذا المشهد الذي نقل من خلال الشهود العيان من حيث المجموعية تيد الكريم في مثل هذه الظروب التي تحدثت حرفتك عنها وفي اللحظات التي كان روحاني في طهران على منصة تشبه هذه المنصة يتبجح بالقدر الصاروخية الإيرانية كيف يمكن أن نفسر بأنه النظام هو الذي افتعل هذا الحدث أو هذا الواقع أنا أقول لك يا سيد الكريم بحكم متابعتي ومعايشتي للأحداث ومرافقتي إلى كثير من الأحوازيين الذين ألقت السلطات عليهم القبض في الماضي كانت هناك مجاميع تعمل بنفس الطريقة وأيضا حاولت أن تستهدف الرئيس أحمد نجاة ذلك الوقت وكانت تخطط وكانت تنظم وكانت تهاجم وضحت الفكرة لكن هناك كانت تعتيم إعلامي في هذا الحدث كانت هناك منصة أخرى للإعلاميين هي التي طبحت الواقع وبناء على ذلك تفنج نظرية أن الموضوع هو مفتعل نعم هناك شعب ضد تهاج وهناك جزء من سنأتي على سيرة الشعب الأحوازي لكن في المحور الثاني قبل أن أذهب إلى الفاصل حقيقة الصور التي وردت وشاهدها العالم لمسرح الحدث يعني كانت لافتة يعني جنود نخبط القوات الإيرانية يختبئون يعني ينبضحون في الشوارع يختبئون وراء الدشم ثم كثير منهم كانوا يختبئون في المجارير يعني ألم تهتز إلى أي مدى اهتزت صورة الأقوى مؤسسة عسكرية إيرانية أمام العالم في هذا الحادث إلى أي مدى يمكن القول هذا نعم اهتزت هذه الصورة كثيرا وهو ما عبر عنه المواطنون الإيرانيون في وسائل التواصل الاجتماعي حيث كما أشرت فيما سبق يعني يقول المواطنون الإيرانيون إذا كانت هذه قوات النخبة والحرس الثوري تتعامل مع الهجوم بهذه الطريقة فكيف يمكن لنا أن نعول عليهم لكن من ناحية أخرى كما ذكرت يعني ظهر ضعف المؤسسة العسكرية الإيرانية في هذه الحادثة لكنه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ضعف المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية حيث سبقها قبل ذلك بسنة الهجوم على مرقد الخميني والبرلمان الإيراني إضافة إلى قيام إسرائيل بنقل نصف طن من المستندات والوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ذات ليل يعني تمكنت من إخراجها من طهران وأخرجتها خارج إيران وهي مسافة ربما تزيد عن 800 كيلومتر تمكنت من إخراجها دون أن تعلم السلطات بما حدث إذن المؤسسة الإيرانية العسكرية والأمنية ليست تلك المؤسسة القوية لكنها تستعرض عضلاتها في بلادنا الضعيفة نعم يعني سنبحث أيضا مدى لماذا سبب الربط بين الإمارات والسعودية وأمريكا وحتى وإن لم يصرح المسؤولون الساسة الإيرانيون بذكر أسماء السعودية والإمارات وإنما ورد على لسان علي خامنة كل هذا سنبحثه بعد العودة من الفاصل ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن هجوم الأحواز وتابعاته على عرب إيران جعفر هل يمكن اعتبار ما حصل في الأحواز مقدمة لمرحلة جديدة من عمل العسكري للمعارضة الأحوازية في الداخل الإيراني؟ أنا لا أقول مقدمة بقدر ما أستطيع أن أقول أنه تطور نتيجة انغلاق الأفق السياسي في الداخل الإيراني وتراكمات وأيضا مستوى من اليأس والإحباط والتميز المضاعف بحق هذا المجتمع وبحق هذا الشعب كانت هناك عمليات كثيرة ومتواصلة وكما أشرت قبل قليل إلا أنه كان يتم التعليم عليها ثلث العمليات ربما كانت من حيث النوع أيضا في مستقى ومتاح أكبر من ذلك ولكن ربما اختيار الظرف الظرف الزماني والمكان وحتى أن تكون الفرصة ثانية أمام الإعلاميين لاقتناص هذه الصور وهذه الأفلام والساحية كانت مفتوحة في الشارع الحقيقة يعني من الصعب التنبؤ الآن بمدى الانتشار المقاومة الأحواذية التي رجعت تنتهج النضال والكفاح المتلح لأنه لا يوجد قبضة أمنية لكن هناك استراتيجية على ما يبدو متابعة بما أنه النظام هو نظام يطرش وبما أنه إمكانية تكوين منظمات واسعة تقوم بالكفاح المتلح في الداخل هو أمر في غاية الصعوبة من ناحية أمنية ويخترق سريعا من جهاز المخابرات الإيرانية ربما هناك توجه بأن تكون هناك جزائر صغيرة متشكلة وجنعيات أو جماعات متشكلة تبني أنفسها وتنظم نفسها إلى أي مدى جعفر هذا العمل العسكري أو هذه المرحلة أو التطور كما وصفته له مناخ أو له شعبية بين الأحواذيين العرب في الداخل دعني أقول لك أولا هناك أكثر من 90% من عموم المواطنين في هذه البقعة من الأرض مستائين ويتمنون أن ينقذ في هذا النظام دون ريبة ودون شك وهذه الأمنية وهذه المحاولة لدى أشعوب الأكثر تهميشا كالأطراضي والبلوشي وعلى رأسهم العرب الذين يعانون هذه المعاناة بأشكال متضاعفة ومضاعفة الحقيقة هناك توجه لأنه لا يوجد هناك أي منفذ للخروج من هذه الأزمات السلطات منحت فرص كثيرة أجل تعديل نهجها نحن نتحدث عن إقليم فيه 97% من نسبة الغاز والنصف نتحدث عن إقليم فيه 8 أنهر ومجتمعه لا يمثلك ماء يشرب نحن نتحدث عن إقليم فيه 4 كمس ملايين إنسان عربي موجود في محافظة واحدة لا يوجد منهم موضف في الدواء والأساسات إلا نصف واحد في المئة ونحن نتحدث عن حرمان ومعاناة قلة قديرها في العالم وضحت الفكرة سأعود إليك يعني هو الشعب يكون هناك وحيد وشعور عام طيب هذا سأبحثه أيضا معك إلى أي مدى يفيد هذا الهجوم الأحوازيين في قضيتهم أم يضرهم لكن قبل ذلك نريد أن نبحث عن مدى الإفادة التي يمكن أن تحققها إيران من وراء هذا الهجوم في حساب المصالح الاستراتيجية البعيدة المدى الصراعة الداخلية والخارجية هل هذا جاء على طبق من ذهب للإيرانيين حتى وإن أضر بصورة مؤسسة العسكرية هل هذا جاء على طبق من ذهب هذية يمكن أن يستثمرها الإيرانيون أم أنه أضر بهم أكثر مما أفاد الحقيقة أنا أعتقد أن النظام يستفيد من هذا النوع من الحوادث أكثر مما يتضر به صحيح أن صورته بدأت ضعيفة في أعين الكثيرين لكنه في المقابل حاول استغلال هذه الحادثة وتوظيفها بأنه يعاني من الإرهاب مثله مثل الدول الغربية مثله مثل أمريكا بادر بمخاطبة القوى العالمية ليثبت أنه ضحية للإرهاب وليس داعم له وكما ذكرت أن العملية أيضا جاءت بعد يوم واحد من التقرير للخارجية الأمريكية تتهم فيه النظام الإيراني بدعم الإرهاب النظام يوظف هذه الحادثة لإثبات نفسه أنه ضحية للإرهاب لإثبات أنه ضحية طرف أنه ليس داعم للإرهاب كما يروج أمريكيا على العكس من ذلك يعني هو ألقى التهم على السعودية والإمارات التي يعني على عداء معه في الوقت الحالي هو يحاول أن يقول لأمريكا هذه الأطراف التي تدعمونها هي أطراف داعمة للإرهاب وأنا ضحية للإرهاب هو يحاول أن يكسب تعاطف الأوروبيين لا سيما قبل بدء الحزمة الأقصى من العقوبات القادمة الآن رأينا الرئيس الإيراني في خطابه في الأمم المتحدة أسهب في الحديث عن هذا الموضوع وهو ما يجعل الشكوك أكثر بأنه يعني ربما كان النظام إن لم يكن متواطعا في الهجوم ففي الحد الأدنى كان على علم به ولم يحل دون تحقيقه طيب جعفر يعني هذا على مستوى إيران يعني أفادت من هذا الهجوم كما قال محمد عبد المجمعي في الستوديو ماذا عن الأحوازيين في حسابات الربح والخسارة هل أفادوا أم خسروا بهذا الهجوم الأحوازيون حقا لا نستطيع أن نقيم في مثل هذا الظارف وبهذه السرع الفوائد أو المضارفات ولكنما طبيعي نحن أمام نظام لديه مؤسسات لديه إمكانيات لديه آليات دبلوماسية وسياسية ومراكز دراسات وبحوث وهو ماهر وجدير بأن يحول هذه التحديات إلى طرص يستغلها مقارنة إلى الأحوازيين الذين هم لا زال الكثير منهم حقيقة لا يستطيع حتى أن يحلل تحليلا متقاربا عما حدث لا شكة ولا رأيب أنه النظام سوف ينتفع كثير لا سيما أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة أنه لا تتخصمنا عن أحداث البصرة إلا أيام معدودة وأن الإيرانيين الحقيقة ردوا على الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سوف يربكون أصدار النص الصالمة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطفر إنتاجهم النصي وأتطور أنه لديهم محاولة يريدون أن يخلقوا صدار ينسفوه إلى الإرهاب في جنوب إيران وكذلك حتى في جنوب العراق للضغط على دول الخليج وعلى إمدادات النصي هذه ربما من أحدى القوائد التي قد استفاد منها النظام على الصعيد الأقليمي ثانيا هو دائما يلقي باللوم ويلقي بمشاكله على الآخرين يريد أن يخلق هذا الرأي العام بأنه حينما كانت السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية هي السبب في مشاكله الاقتصادية وانحطاط عملته في السوق الإيراني الآن تلك الدول أيضا تحاول بأي شكل من الأشكال أن توصف العناصر الداخلية لضرب الأمن هذا على الصعيد الداخل لأما على الصعيد الدبلماسي لا شك أنه لديه أدوات ولديه إمكانيات يستخدمها الأحواذيون لا يمتلكوا هذه الأدوات وأيضا في نفس الوقت هم لم يؤهلوا أنفسهم لأنه ليس لهم علم بما الذي يحدث أما النظام بمجرد ما حدث رغم الإرتباك الذي كان لديه لكنما استطاع أن يلملم أوراقه واستغلها واستفادها هل هذه العملية النوعية توفى تعزب الوعي والشعور العام المشترك لدى الشارع الأحواذي وتربطه بنظائره من البلوش والأكراد لتكوين قاعدة تضغط على النظام بجميع الآليات والسبول منها المظاهرات السلمية ومنها أيضا الكفاح المتلح هل يستطيع هؤلاء أن يقوم بهذا؟ هذا أمر لا نستطيع البت فيه وتقيمه الآن ولكنما أنا أتصور بأن هناك قابلية لاستقلال هذا الحدث للضغط على النظام الإيراني نعم تفضل تريد أن تعلم لما يرد من الناشطين الأحواذيين والمثقفين أنا في الحقيقة رأيت أن هناك رفضا يعني عاما من قبل المثقفين الأحواذيين للحادثة باعتبار أن النظام سيستغلها ضد أبناء الإقليم وستزداد قبضته الأمنية وبدأ هو بالفعل منذ الساعات الأولى للعملية باعتقال عشرات الناشطين والمثقفين العرب في الأحواذ وقد وصل هذا العدد إلى يوم الثلاثاء يعني قبل يومين إلى ثلاثمائة ناشط أحواذي إضافة إلى أن هذا النوع من العمليات يعني بالتأكيد هناك مضايقة كثيرة للأهواذيين لكن حجم هذه الضغوط يعني ليس في ظالح الأحواذيين نعم حجم هذه الضغوط سيزداد في الفترة المقبلة طيب في تعامل المسؤولين الساسة الإيرانيين لوحظ أن الساسة تجنب ذكر الإمارات والسعودية كمسؤولين أو ممولين لهذا الهجوم بينما اكتفى المرشد الأعلى علي خامنئيبي تصريح باسمهما أساس الإيرانيون ركزوا على واشنطن استهدفوا واشنطن بأنها ستدفع الثمن باهظا يعني كيف هل هذا توزيع للأدوار أم أنه ثم حسابات خاصة إيرانية يعني من خلال تسميت وعدم تسميت أو إهمال تسميت دول أخرى في الحقيقة يعني ينبغي التأكيد أن النظام الإيراني دأب بشكل عام على تبرير فشله في إدارة البلاد وتصدير أزماته الداخلية للخارج واتهام الخارج بأزماته الداخلية ففور وقوع الهجوم سمعنا اتهامات للسعودية وأمريكا وإسرائيل دون البدء حتى في التحقيقات وتذرع النظام بتصريح سابق لولي العهد السعودي بأن بلاده ستنقل المعركة إلى الداخل الإيراني إن استمرت إيران في زعزعة أمن المنطقة قبل أن يصرح مرشد الثورة باتهامه لدولة الإمارات العربية المتحدة كان هناك إحجام عن ذكر هذه الدولة بالتحديد لأننا للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية نرى اتهاما صريحا للإمارات بالضلوع خلف هذا الحال سابقا اعتدنا أن نرى ربما هناك سبب يبرر هذا مستشار ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد تعرف أنه ذكر في تغريدة على تويتر نعم قال أن هذا مرحلة جديدة وتوقع الكثير في المرحلة المقبلة يعني هو إعلان على أن الإمارات ربما دعمت هذا أليس يبرر هذا أنا لا أراه في الحقيقة دعما وإن كان مستشارا سابقا لا يشغل هناك كثير من المحللين والناشطين يرون أنه من الطبيعي يعني حين تقوم إيران بدعم جماعات مسلحة في مختلف الدول العربية فمن يرى هؤلاء أنه من المنطقي أن تقوم هذه الدول المتضررة من السياسة الإيرانية بدعم جماعات حتى أنها جماعات مسلحة داخل إيران من منطلاق يعني كما تدين تدان يرى بعض الناشطين والمحللين أن السعودية والإمارات ربما تأخرت يعني إن صحت هذه الاتهامات في دعم هؤلاء كما ذكرت يعني أرى أن تصريح المرشد باتهام الإمارات العربية المتحدة تحديدا إضافة إلى الدول الثلاثة هو يؤشر لمرحلة جديدة هذه المرحلة ستشهد مزيدا من التصعيد ومزيدا من التوتر في المنطقة إيران ترى أنها الآن تواجه مثلثا أو مربعا عدائيا ربما يتمثل في أمريكا وإسرائيل والسعودية والآن أضيفت لها الإمارات اتهام النظام الإيراني لهذه الدول يأتي لنفي تهمة الإرهاب عنها يأتي لكسب تعاطف المجتمع الدولي كما أنه يأتي أيضا لتجميع الإيرانيين حول النظام الإيراني من منطلق قومي انظروا للعرب ماذا يفعلون بنا إن لم تلتفوا حول النظام ربما سنشهد مزيدا من هذه العمليات سنرى ما هي ردة الفعل الإيرانية على هذه الاتهامات التي كانتها للإمارات والسعودية والأمريكيين ولكن بعد العودة من الفاصل الأخير أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم جافر عندما يقول علي خامنئي وهو أقوى رجل وأعلى سلطة في إيران ويتهم الإمارات بأنها والسعودية هما من مولتاء المهاجمين ويتواعدهما إلى خريه يعني في إطار حتى التصريحات الدبلوماسية خرج عن هذا الإطار هل هذا الكلام يعني بأن هناك انقطاع للأمال في عودة العلاقات بين الطرفين الإمارات السعودية من جهة وإيران من جهة علماً أن بعض المسؤولين الإيرانيين قالوا بأنه لا بد من وجود قناة حوار مع السعوديين حتى لا ننجر إلى مزيد من التوتر في المنطقة أولاً ينبغي أن ننبه بأن طيلة الأربعة عقود الماضية كلما حدث حدث لا نستطيع أن ندبر مرة واحدة بأن هذا الحدث إيران تفضلت مسؤولية وكأنها هي مقدسة اقتصعت من السماء وجميع ما يحصل في داخل التراث ونتيجة مؤامرات فارسية تحاق عليها لا ننسى ما حصل في الفرلمان والتطريحات التي نسبت إلى عائلة الترالة الرساح على سبيل المثال وطرحوا بالخطوط العريض في هذا الخصوص وبعد ذلك قالوا أنها تنسب إلى داعش وما شابه ذلك أتطور أن هذه الأسوان المشروخة أول من لم يصدقها ويكذبها هو الشارع الإيران غالبية الشارع الإيران لأنه يعرف بأن هذه الدول ليس لها علاقات وليس لها دور وليس لها تدخل في ما يحصل في داخل إيران وإنما ما يحصل هو نتيجة السياسات القرقاء التي تقوم بها ويقوم بها النظام هذا أمر أنا أعتقد واضح إلى الشارع الإيران ثانيا حول هذا النوع من التصرف الهمدي وعلى هذا المستوى يعني أن نسمع تصريحات من الرجل الأول وصانع القرار الأول والأخير في إيران هو أن دلنا يدل على الخروج من نطاق المنطق السياسي والارتباق والتهور وعدم وجود قطة وبرنامج ببناء علاقات مع الدول المجاورة طبعا هذا الحديث ليس لخامناء سقط وإنما الصحافة والإعلام والمتفكرين حتى نحن رأينا في صحيفة كيهان شريعة مداري هو من أكبر مستشاريخ خامنائي اختتب بالخط العريض أول يوم بأنه فلتنتظر الرياض التي تنطلق عليها منا عقوبة على مقامة في الأحوال لكن رغم هذا كله نحن تمعنا كثيرا في الباضي هذه التهديدات وأي حدث في الداخل لو أذنت لي سيد جعفر لو أذنت لي سأعود إليك لإمكانية ما يمكن أن تفعله إيران لأن الوقت صار ضيقا معك محمد يعني كيف تتوقع أن يكون الرد الإيراني في المرحلة المقبلة خصوصا أن التصريحات كانت من العيار الثقيل التصريحات من العيار الثقيل ولن تتجاوز هذه التصريحات الألسن اعتدنا على سماع تهديدات مهولة من النظام الإيراني النظام الإيراني في الوضع الحالي ليس في وضع يؤهله للقيام بعملية كبيرة قد نرى قيام عمليات صغيرة هنا وهناك حفظا لماء الوجه ولإظهار قوة النظام الإيراني على زعزعة الاستقرار في المنطقة بالتأكيد لن يكون الرد مباشر على الدول المتهمة لكن قد تلجأ إيران إلى عمليات صغيرة باستخدام أذرعها المنتشرة سواء في سوريا أو في العراق في اليمن حتى في البحرين لكن لن تكون هذه العمليات كبيرة للاسيما وأن النظام الإيراني يعيش عزلة حقيقية الآن بعد الهجوم لو نظرنا إلى الدول التي أبدت تعاطفها وأرسلت تعازيها للنظام الإيراني بعد وقوع الحادث من بين 22 دولة عربية لم ترسل تعازيها سوى 7 دول عربية ومن بين 57 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي لم ترسل برقيات تعزية سوى 12 دولة فإذا كان النظام الإيراني يعيش عزلة في محيطه العربي والإسلامي فقيامه بعمليات كبيرة ستزيد من عزلته ولن تؤدي سوى إلى خلق مزيد من الأعدام نقطة مهمة يعني جعفر سمعت الحسابات الإقليمية والدولية بالنسبة للإيرانيين تبدو معقدة هل هذا يعطيك مؤشرة على أنهم غير قادرين على الرد من الأصل؟ لا شك غير قادرين على الرد تأشي هذه الفرقعات الإعلامية على هذا المستوى من أجل تخيف الإحتقان في الشارع ومن أجل رمي مسؤولية ما يحدث في الداخل الإيراني في ثلة الآخرين وتحميلهم المسؤولية ومحاولة امتصاص الغضب في الشارع الإيراني الذي يعرف بأنه الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى مثل هذه الأحداث فهذه التطورات هو أساليب النظام وهمارسته وبالنتيجة نحن لا نختلف بأن النظام حج وأتمنى أنه النظام الآن يتجرف الحقيقة أن يطبق جزء ما يدعي نحن رأينا كيف إسرائيل تهاجمه في سوريا وكيف مرغت أنفه في التضاري دون أن يصنى له رد نحن الآن نرى نعم ربما هنا صارت شعي العنيفة يقوم فيها تجاه أبناء تعب العرب الأحوازي أو داخل المعارض بداخل إيران هذا من الوارد والمحتمل أما في إقليمه فهو لا يستطيع حقيقة أن يقوم بإجراء تأنه القضاء نعم طيب أختم معك بدقيقة يعني أنت قلت بأنه ربما يستخدم أذرعه لإزعاج الأمريكيين أو غيرهم في المنطقة شكل هذا الرد والمساحة البقعة الجغرافية التي يمكن أن ينطلق منها في الحقيقة هناك نبقعتان يمكن الرد من خلالهما الرقعة الأولى تتمثل في شرق الفرات ومناطق تواجد القوات إحدى هذه الأماكن المرشحة لتنفيذ العمليات في شرق سوريا قد تكون هناك مضايقات وإزعاج للقوات الأمريكية الموجودة في شرق الفرات لكن لا وجود لنظام هناك لا وجود لنظام بقعة في القمشتي محاصرة كيف سيزعجون الأمريكيين يمكن في الحقيقة هناك تحرشات حدثت في عدة مرات حيث حاول النظام والميليشيات التابعة لإيران لكنهم خرقوا في الأرض اختراق نهر الفرات فقصفتهم الولايات المتحدة مباشرة هذه البقعة الأولى البقعة الثانية قد تكون بالإعاز للحوثيين بإطلاق مزيد من الصواريخ الباليستية تجاه المملكة العربية السعودية وقد وقد وإن كان احتمال مستبعد نرى توجيه هذه الصواريخ تجاه الإمارات العربية المتحدة أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الستوديو محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية كما واجه الشكر لجعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط كان معنا من لندن عبر سكايب شكرا لكم إلى لقاء في موضوع جديد من حديث العرب